قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن أي إقراءات لتغليص المصاعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في المحافظات المسيطر عليها من قبل الميليشيا الحوثية الإنقلابية المسلحة سيؤثر بشكل مباشر على المحتاجين ويزيد من معاناتهم وشدد في تصريح الوكالة الأنباء اليمني السبع شدد على المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ كافة التدابير والحلول لضمان استمرار العملية الإنسانية والضغط على الميليشيا بكل الوسائل عدم التدخل في العمل الإغاثي وتنفيذ مركزية العمل الإغاثي للاستفادة من كل المنافذ المتاحة وشار إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية وتنفيذ الفاعل للأهداف الإغاثية في تلك المحافظات جراء قيام الميليشيا بإعاقة العملية الإنسانية ونهب المساعدات واقتحام مكاتب المنظمات الأممية وأكد الوزير فتح أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب ومنصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك صعيد تقتضي بتقديم الدعم الكامل والمساندة للمانحين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لتنفيذ برامجها ومشاريعها الإنسانية في بلادنا والمساهمة بفاعلية في تحسين الوضع الإنساني لافتا إلى ترحيب وتقدير الحكومة بكافة هذه الجهود وأهاب فتح بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتبني قرارات واتخاذ إقراءات صارمات تجاه الميليشيا وقيادتها لضمان منعها التام عن التدخل في العملية الإنسانية موسيقى